أكد جورج ليكنس مدرب المنتخب الجزاري غياب كل من الحارس رايس بولحي وهلال عربي السوداني عن المواجهة المرتقة ضد تونس في كاس أمم إفريقيا بسبب الإصابة بالنسبة لحالة اللاعبين سوداني حالته سيئة هذا أمر مؤكد أيضا هناك بعض الشكوك بخصوص إسلام وقد تدرب بمفرده مساء أمس للأسف رايس بولحي أيضا مشكوك في مشاركته وسنعول في حال تأكد ذلك على مالك الذي لحسن الحظ لعب مبارتي موريتانيا الوديتين وبالتالي له الخبرة الكافية نعم للأسف مبولحي ليست له فرصة في المشاركة هذا أمر مؤسف وقد حصل الأمر ذاته مع تايدر قبل ذلك مساء أمس تأكد لنا الخبر وبالتالي بالنسبة لمباراة الغد مع تونس المهمة شبه مستحيلة مالكي تستفيد رائحة مالكي تستفيد رائحة مالكي تستفيد رائحة